أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في دميع المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس المجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين من أبناء سيناء استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي طالبا نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عبداللطيف رشيد والسيد محمد شيع السوداني رئيس الوزراء ومؤكدا ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعيدة الرسمية والشعبية خاصة في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال ألية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة من جانبه نقل السيد محمد الحلبوسي إلى سيد رئيس تحيات شقيقه رئيس العراق ورئيس الوزراء مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطها بمصر ومسمنا دورها في استعادة الاستقرار بالعراق ومساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي مع الآرابي عن التطلع لمؤصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني والاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية وبناء مؤسسات الدولة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات لسيما على المستوى البرلماني فضلا عن التشاور إزاء المستجداتي على الساحة الإقليمية كما عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد محمود توفيق وزير الداخلية والسيد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولواء هشام أمنى وزير تنمية المحلية ولواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات ولواء أركان حرب محرز عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على أبرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء التي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات التي تمثل ميزة نسبية للمنطقة فضلاً على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه خلال الاجتماع بأن تهدف جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بهدف دعم المجتمع السينوي على كافة الأصائد وذلك بالتكاتف والتنصيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة